إنتاج الأدوية المضادة للسرطان من المجالات التي استثمرت فيها بعض المؤسسات الوطنية والخاصة كهذه المؤسسة الرائدة بعنم ليلة والتي تحتوي على أربع خطوط كل منها مخصص لأشكال محددة من الأدوية Nous avons 4 lignes de production, 2 dédiées pour les formes solides orales présentes en comprimé gelule et 2 lignes de production qui fit pour les médicaments injectables présentes en flac en lique et des poudres lyophilisées عندنا قدرة الإنتاج محلية, نقدر نغطيه حتى السوق المحلي ونقدر نروحه même للسوق العالمي بفضل السياس الرئيس الجمهورية والوزارة الواصية قدرنا في هذا العام 2024 نسجل أربع ادوية ولضمان تغطيتها لمجموعة واسعة من الأدوية المضادة لمختلف أنواع السرطان وكذا نقل التكنولوجيا العالمية في هذا المجال لجأت هذه المؤسسة إلى الخبرة الهندية والتي ستسمح بدخول عالم التصدير في السنوات القادمة أعمل هنا بوحدة المراقبة والجودة نعمل على مرافقة الكفاءة الجزائرية لنقل الخبرة والتكنولوجيا المحتمدة في هذا المجال الحيوي هي فرصة عظيمة أن أعمل هنا بالجزائر نتشارك المعارف والخبرات مع زملائنا والهدف بلوغ منتوج ذو فعاليات جيدة هذه الإطارات ساعدت على نقل وضب خبرة تصنيع أدوية السرطان للإطارات الجزائرية كما راه معروف الهند الآن هي تعتبر صيدلية العالم إذن الآن نستود منها كثير من أدوية مواد الأولية المستعملة في تصنيع أدوية السرطان هذا وتسعى المؤسسة إلى المساهمة في مكافحة السرطان بالجزائر من خلال الاستثمار في البحث والابتكار وتوسيع نقل التكنولوجيا في مجال المنتجات البيولوجية ذات القيمة المضافة ترجمة نانسي قنقر